بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا شمال هنكمل مع بعض شرح الشيط الخامس اتكلمنا في اول مسألة عن الإسال وعرفنا المفروض الإسال ده اللي هو كام اكويفلان هيمشوا على الطريق في الفترة التصميمية بتاعته وعرفنا بعد كده ومنها عرفنا الميكانيكال مثود أو الميكانيستيك مثود أو ثيوريتيكال مثود وخدنا ثيوريتيكال ديزاين مثود وخدنا عليها المسألة التانية وعرفنا عن يه ديزاين أصلاً إن أنا بحدد النمبروف لييرز وبحدد سيكنيز بتاع كل ليير والماتيريال المستخدمة فيها طيب دلوقتي هندخل على الميكانيستيك امبيريكال مثود ودي عبارة عن كومبينيشن زي ما قلنا بين الامبيريكال ميثود والثيوريتيكال ميثود وهندرس منها وطريقة اسمها Asphalt Institute Design Method Asphalt Institute Design Method تمام؟ مش أو New Asphalt Institute Design Method مش Asphalt Institute بس عادي Asphalt Institute هي New Asphalt Institute Design Method تعالوا نشوف الطريقة دي الطريقة دي سهلة جدا هي عبارة عن ثلاث حاجات يا إما تكون Full Dips Asphalt Concrete يعني عبارة عن إيه بمنطقة البساطة لحد ما نوصل لها عبارة عن إن هي طبقة Subgrade وفوقيها طبقة أسفلت بس Full Dips Asphalt Concrete وعايز أجيب إيه؟ عايز أجيب سمك الأسفلت يا إما Untreated Aggregate Base يديك طبقة السبجريت فوقيها طبقة Base Aggregate Base بسمكات مختلفة عند كل سمك إيه السمك بتاع الويرنج سيرفس أو الأسفلت اللي أنا عايز أستخدمه سواء ده سواء في الحالة دي أو الحالة دي أو الحالة دي يعني أنا معايا Subgrade Thickness ومعايا كمان Base Sickness عايز أجيب السيكنس بتاع الأسفلت في حالة The Untreated Aggregate Base لو أنا هستخدم The Untreated Aggregate Base ولو أنا هستخدم The Untreated Aggregate Base أو Emulsified Asphalt Mix تمام أي إن كان الإسم اللي هيتسمى تمام هحط أسفلت بسمكات دي يعني من الآخر من إسم الميثود أصلاً كلها Asphalt Institute Design Method يعني أنا محتاج إن أنا أجيب السمك بتاع الأسفلت في كل كيس من الكيس دي محتاج أجيب إيه؟ السمك بتاع الأسفلت وبمنتهى البساطة هجيب السمك بتاع الأسفلت لما يتوفر لي Two Givens لو أنا معايا Two Givens هعرف أجيب السمك بتاع الأسفلت في أي كيس منه تعالوا هنتكلم بقى بالتفاصيل عن كل كيس وهناخد المسائل إن شاء الله بس قبل ما نتكلم هنتكلم عن concept مهم جداً لازم تبقى عارفه في الطريقة دي أو الطريقة اللي جاية Resilient Modulus دلوقتي زمان كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إيه؟ طبقات هيت وكل طبقة لها Modulus of Elasticity يعني إيه؟ مودلس of Elasticity يا شباب معامل المرونة أو معاير المرونة أو من el-Stress Strain Curve بنقسم el-Stress على el-Strain نجيب المودلس of Elasticity دو طيب في حاجة اسمها Elastic Material وبلاستيك ماتيريال ال-Elastic material دي هي الماتيريال اللي هي مرنة يعني إيه مرنة؟ تاخد الصدمات وتاخد ال-deformation وتقوم رضاها تاني تاخد ال-deformation وترضاها تاني تمام؟ دي اسمها Elastic Material زي الأستيك كده وفي حاجة اسمها Plastic Material Plastic Material اللي هي تاخد ال-deformation وتثبت عليها التشكلات تثبت فيها زي السلصال تمام؟ السويل أو ال-Bavement لا هو أستيك ولا هو سلصال لا هو Elastic ولا هو Plastic وبالتالي هو مزيج أو Combination ما بين ال-Elastic Material وال-Plastic Material فيه شوية Elasticity وفيه شوية Plasticity تمام؟ وبالتالي تعريفي للسويل أو لل-Bavement على إنها Elastic Material وديلها Modulus of Elasticity ده تعريف مش صحيح قوي تمام؟ إنما الصحيح إن أنا بتديلها حاجة اسمها Resilient Modulus هو هو بالضبط زي زي الموديلس وفي الأستيستي تقريبا نفس الموديلس وفي الأستيستي بنفس الوحدة بتاعته تمام؟ ولكن هنا اسمه إيه؟ Resilient Modulus ما لكش إن أنت تعرف أكتر من كده دلوقتي إلا لو هتعمل معنا دراسات عالية إن شاء الله بس يعني يكفي إن أنت هتعرف الطبقات دلوقتي من هنا ورايح من الطريقة ديت والطريقة اللي جاية هتعرف الطبقات بإيه؟ هتعرف الطبقات بالResilient Modulus مش بالModulus of Elasticity مش بالE هتعرف الطبقات بالMR تمام؟ طيب بالنسبة للMR بتاعة الطبقات المختلفة هتكون given بالنسبة لك مع هذا الصب جريد ممكن الصب جريد تكون الMR given بالنسبة لك وممكن يديك الـ CBR فاكرين الـ CBR بتاعت أول شيط ولا بتاعت تاني شيط تقريبا تمام؟ فاكرين الـ CBR نسبة الـ CBR هيديك نسبة الـ CBR ديت منها هتجيب الـ A الـ Resilient Modulus للـ A للصب جريد فوالله هتشوف قيمة الـ CBR ديت لو كانت أقل من 10% يبقى الـ Resilient Modulus للصب جريد 1500 مضروبة في الـ CBR يعني لو الـ CBR 8% يبقى الـ Resilient Modulus 1500 في 8 مش في 0.8 لو 9% أو 10% يبقى الـ Resilient Modulus للصب جريد 1500 في العشرة في التسعة طيب لو كان الـ CBR أكبر من 10% يبقى الـ Resilient Modulus يساوي 3000 مضروبة في الـ CBR to the power to the power 0.65 يعني لو كانت 12% مثلاً يبقى 3000 مضروبة في 12 to the power 0.65 يبقى دلوقتي الـ Resilient Modulus ده given لكل الطبقات معادة طبقة الصب جريد ممكن يديك ممكن يديك لطبقة الصب جريد دي الـ CBR وانت من الـ CBR تقدر ان انت تإيه تقدر ان انت تحسب الـ Resilient Modulus للـ A للصب جريد عن طريقكم انت الـ CBR هي أصغر من أو يساوي 10% ولا أكبر من 10% طيب جميل تعالا بقى نشوف الطرق بتاعتنا قلنا اول طريقة هي الـ Full Dips Asphalt Concrete أنا دلوقتي عندي صب جريد ليها Resilient Modulus MR Subgrade عندي سب جريد ليها Resilient Modulus MR سب جريد ماشي أنا دلوقتي عايز أحط عليها أحط على على السب جريد دي أسفل تكون جريد طبقة واحدة بس أسفلتية طبقة واحدة بس أسفلتية بحيث ان هي تتحمل الأحمال اللي جاية عليها خلال الفترة التصميمية بتاعتها أنا عايز أصمم دلوقتي طريق الطريق ده عبارة عن سب جريد فوقها خط طبقة واحدة بس هي طبقة الأسفلت وفوق طبقة الأسفلت طبقة الأسفلت دي اللي هي شايلة إيه شايلة الأحمال اللي جاية جاية للطريق خلال الفترة العمرية بتاعته طب الأحمال اللي جاية خلال الفترة العمرية بتاعته اللي هي إيه اللي هو الإيسال هو كام Equivalent Axel زي هيعدي على الطريق خلال العمر بتاعه مليون 2 مليون 3 مليون Equivalent Axel مش إحنا اتفعلنا العربيات بحولها Equivalent Axel أنا ما يشغلنيش العربيات أنا اللي يمني طب العربية دي من الآخر هي تعمل لي كام Axel كام Equivalent Axel العربيات دول كلهم يعملوا لي كام Equivalent Axel اتكلمنا على الموضوع ده باستفاضة فأول مسألة تعالوا نكمل دلوقتي أنا عارفت ايه أنا عايزة جيب الـ H السمك بتاع الأسفلت اللي هستخدمها الفول دي بس أسفلت الـ Concrete اللي هحطها على Subgrade ليها Resilient Moderus MR Subgrade وشايلة هتشيل إسال هتشيل أحمال معينة اللي هي الإسال فالـ Given بالنسبالي اللي هو الإسال والإيه والـ Resilient Moderus MR Subgrade ده الـ Given بالنسبالي لو أنا معاي اللي اتنين دول بس أنا مش عايزة غير اللي اتنين دول بس ومن اللي اتنين دول هعرف فاجيب السمك بتاع الأسفلت الـ Concrete هنجيبه منين من Figure 4 9 الفجر ده عبارة عن إيه بقى المحور الأفقي بتاعه هو عبارة عن الإسال قيمة الإسال والمحور الرأسي بتاعه هو عبارة عن إيه عن قيمة الـ Resilient Modulus للـ Subgrade قيمة أو Subgrade Resilient Modulus Subgrade Resilient Modulus MR للـ Subgrade بس بوحدة الميجا باسكال خلي بالك بقى فاكر تحويل الوحدات من باوند برسكوير إنش لميجا باسكال بنضرب 0.007 صح؟ أو 0.006 8 مثلا بس اشطى عشان بسهولة الحفظ 0.007 هتحولاني ومش هتفرق معك كتير أصلا طيب جميل ملخوزة بس عايزة أقولها هنا أنا بدخل بالإسال زي ما اتفقنا طب تعالوا نقرأ المحور بتاع الإسال ماشي دلوقتي ده عشان هو لغارة مكسكيل أول خط ده لو كام لو 10.000 لو 1000 سوري 2 يبقى 2000 3000 لحد 10.000 بعد كده 10.000 الخط ده 20.000 30.000 40.000 50.000 60 لحد كام 60.000 70.000 90.000 لحد 100.000 100.000 تمام الخط ده 200.000 300000 400000 و هكذا لحد مليون طب وصلت المليون ها 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون و هكذا لحد 10 مليون طب وصلت ل 10 مليون تبقى 20 مليون 30 مليون و هكذا تمام ده اللي انا عايز اشرحه في المحور الافقي ده نفس الكلام المحور الراسي ده 10 ميجا بسكال 20 ميجا بسكال 30 ميجا بسكال و هكذا لحد 100 ميجا بسكال طب وصلت للمية خلاص 200 ميجا بسكال 300 ميجا بسكال 400 ميجا بسكال و هكذا لحد ما اوصل ل 1000 ميجا بسكال مش هتوصل لها طبعا صعب جدا طيب حلو فهمنا ندخل هندخل بقى أنا معي الإسال دلوقتي ومعي الـ Resilient Modulus للـ Subgrade هدخل دلوقتي بقيمة الإسال وليكن قيمة الإسال 2 مليون وبعد كده أنا معي Resilient Modulus للـ Subgrade هدخل بيها أقبط في قيمة في الخط اللي أنا طلعت بيه بقيمة الإسال ده نقطة التقاطع دي أشوف هي تتقاطع على أنهي خط الخطوط بقى اللي مرسومة في النص دي الكرفات اللي في النص دي هي دي السمكات بتاعة سمك طبقة الأسفلت اللي هتستخدمها سمك طبقة الأسفلت اللي هتستخدمها ماشي لو وقع على الخط نفسه زي الحالة دي فالخط هو وقع عليه بيقول لي 225 يبقى السمك كام هنا 225 ملي سمك طبقة الأسفلت اللي هستخدمها في حالة الـ Asphalt Concrete يبقى أنا دلوقتي لو أنا استخدمت أسفلت فوق الـ Subgrade اللي بالـ Resilient Modulus ده اللي شايلة إسال اللي هيشيل إسال بالشكل ده بالسمك 225 مثلا تمام فكده خلاص أنا صممت تمام طيب لو وقع النقطة التقاطع دي لو وقعت على خط بينهم أو in between فهو بعينك كده تشوف هو بين رقمين إيه وتاخد قيمة قريبة من أي منهم طيب جميل بعد ما بجيب الثيكنس بتاع الأسفلت الـ Concrete ياريت لو سمحت تعمل check عليه check إزاي تحدد أقل قيمة للـ Wearing Service اللي هستخدمها أو للأسفلت الـ Concrete زي ما اتفقنا أسفلت الـ Concrete بـ Dominus Layer Wearing Surface خلاص هي كلها واحدة تمام أنا افترضها كلها واحدة طيب بدخل بقيمة الإيثال الإيثال بشوفه قد إيه هو أقل من 10,000 Equivalent Factor ولا من 10,000 لمليون ولا أكبر من مليون على حسب كل حالة بجيب أقل سيكنس ممكن استخدمه للأسفلت الـ Concrete Wearing Course للأسفلت الـ Concrete تمام مثلا لو هي لو الإيثال من 10,000 لمليون فالـ Minimum Sickness بيكان بـ 40 أشوف بقى الـ Sickness اللي أنا مطلعه من الفجر من شوية Sickness ده لو أقل من 10 Minimum ياريت ناخد الإيه ناخد 10 Minimum ما ينفعش ناخد سمك أقل من السمك بتاع أقل من المنم Thickness ده تمام طيب دلوقتي احنا عرفنا خلاص الـ Full Dips Asphalt Concrete قلت خلاص أنا الـ Subgrade هستخدم بس طبقة أسفلت فوقيها وعرفنا هنجيب السمك بتاعها ازاي ونعمل التشيك على ازاي طيب تاني حاجة Untreated Aggregate Base Untreated Aggregate Base قالك ايه قالك أنا معي الـ Subgrade هديليها ثلاث حالات وبالتالي ليها كلهم سهلين أنا معي الـ Subgrade اهو قالك والله لو انت هتستخدم انت ممكن تقدر انت تقدر تستخدم Aggregate Base سمكها 4 إنش Untreated Untreated يعني مش معالجة يعني حطيت الأجرجة كده ودمكت وروحت على طول حطيت الأسفل ما عملت لها معالجة ما ضفتش مواد كلام ده كله فلو هتستخدم Untreated Aggregate Base سمك 4 إنش وتقدر ان انت تستخدم Aggregate Base Untreated Aggregate Base 6 إنش وتقدر ان انت تستخدم Untreated Aggregate Base بسمك 12 إنش والله والله لو استخدمت لو عايز تستخدم Aggregate Base Untreated Aggregate Base بسمك 4 إنش ساعتها انت هتحتاج أسفل تكون كريت بالسمك الفلاني ولو استخدمت Aggregate Base 6 إنش هتحتاج أسفل كونكريت بالسمك الفلاني ولو استخدمت أجرج بسمك 12 إنش هتحتاج أسفل كونكريت بالسمك الفلاني اللي هيشيله إسال اللي هيشيل إسال معين فيه يبقى كده أنا عندي 3 layers تمام؟ والSubgrade والAggregate Base والA والأسفلت الGiven بالنسبة لي عشان أحل أنا قلت لك أن الطريقة نفسها العامة اسمها Asphalt Institute Design Method صح؟ طيب يعني أنا عايز أجيب إيه؟ أنا عايز أجيب سمك الأسفلت في كل الكيس اللي أنا عايز أجيبها دي اللي أنا بشتغل فيها فالGiven بالنسبة لي هنا إيه؟ الجiven دايما بالنسبة لك هتلاقي الإسال والMR بتاع السبجريد الإسال اللي جاي خلال الفترة الزمنية والMR بتاع السبجريد الإسال والMR طيب قال لك لو أنت هتستخدم Untreated Aggregate Base 4 إنش هتستخدم Aggregate Base سمكها 4 إنش هتدخل الفجر 14 عشان تجيب سمك الأسفلت الكونكريت اللي هتحطها عليها ولو أنت هتشتغلها Untreated Aggregate Base 6 إنش هتدخل الفجر 4 إليفن عشان تجيب سمك الأسفلت الكونكريت اللي هتستخدمها فوق البيز دي ولو استخدمت Aggregate Base سمكها 12 إنش هتخش فيجر 4 إنش عشان تجيب سمك الأسفلت الكونكريت اللي هتحطها عليها تمام؟ طيب نجرب كده في فيجر إيه؟ 14 نفس الكلام بالضبط يعني عرفت خلاص تخش اللغة ميكسكيل إزاي وتقراص إزاي؟ إحنا هندخل بيه بالإسال على المحور الأفقي والresilient modulus على المحور الرأسي وما تنساش الresilient modulus بالميجا باسكال وبالتالي انت هتحوله هتحول من باوند بريس كوري إنش الميجا باسكال لو ما كانش مديك دايركت بالميجا باسكال طيب الإسال بتاعك هيبقى بقيمة معينة وليكن 2.5 مليون equivalent factor وهتخش بالresilient modulus تقطعه هيتقطع في قيمة هيبقى الايه؟ بمتين 200 مليون طيب ممتاز بعد إذنك لو سمحت بعد ما تجيب القيمة بتاعة sickness بتاع الأسفل التي تستخدمها في الحالة دا برضو هتعمل الشيك عليها من نفس الجدول بتدخل بالإسال تجيب minimum sickness وليكن كذا هتخش تشوف الwearing surface اللي انت لسه مطلعه من شوية أقل من المنمم لو أقل من المنمم هتستخدم المنمم غير كده تمام طيب آخر طريقة بقى treated aggregate base emulsified asphalt mix هيا هي نفس الطريقة اللي فاتت تقريبا بس بباز معالج بقى emulsified بتاعة treated aggregate base البيز دا بحط عليه مواد معينة وبستخدم emulsified asphalt mix طيب أنا عندي الـ subgrade دا هو هادي طبقة الأجريجة اللي هي ما تشغلناش عندنا aggregate base ما تريد أن기 되는 البيز تبو وفيه اجريجة بيز وإجريجة بيز با意ników اجريجة هاتختار أنهي على حسب ميقولك في المسألة انت شجل تبو ولا type 2 ولا type 3 تمام؟ أنا عايز أجيب اسم الطريقة العام Asphalt Institute فأنا عايز أجيب قيمة Sickness بتاع الأسفل Sickness بتاع الأسفل تمام؟ في حالة type 1 عايز أجيب sickness أو أنت شغال لو أنت شغال في mix type 2 عايز أجيب sickness عايز أجيب sickness لو أنت شغال في mix type 3 اللي هم شايلين أصلا إيه؟ 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 تمام؟ الجبن بالنسبة لي أنا محتاج إيه؟ عشان أشتغل وطلع Sickness ده محتاج الإسال والresilient modulus للsubgrade ماشي؟ لو أنا هشتغل mix type 1 يبقى هدخل figure 4.1.3 لو هشتغل mix type 2 هدخل figure 4.4.4 لو هشتغل type 3 figure 4.1.5 مثلا مثلا على figure 4.1.4 بدخل بدخل بالإسال تمام؟ وبدخل بالresilient modulus المرة دي أحيانا بعض الفيجورز هتلاقيها بالbound برسكوير إنش مش بالميجا بسكال أنا أسف أنا كتبت هنا بس الresilient modulus بالميجا بسكال ولكن هو بالإيه؟ بالbound برسكوير إنش أهي نركز في الوحدة قبل ما نخش الكرر هو بالميجا بسكال فحوله ولا بالbound بالسكوير إنش طيب دخلت بالإسالة بقيمة الإسال وليكن اثنين ونص مليون اكويفلانت فاكتور اكويفلانت أكسل ودخلت بقيمة الresilient modulus للسبجريد والتكن 20 ألف برسكوير إنش وقطعت في نقطة وجبت السيكنس بـ 11 إنش هتعمل برضو تشيك على السيكنس اللي انت جبته ده بتاع الأسفل بس من تابل 24 هتخش بالترافك إسال وهتجيب سواء انت طيب 1 أو طيب 2 أو طيب 3 عارف ان المكتوب هنا طيب 2 أو طيب 3 هتدخل بأي طيب تجيب المنم موالي يكن انت لو عندك 10 مليون إسال هتشوف المنم سيكنس 100 ملي اللي هي 4 إنش هتشوف الويرنج سيرفس اللي طلع لك من الفجر اللي فات وتقارن وتشوفه انت هتختار لو هو أصغر لو التي ويرنج سيرفس أقل من المنم يبقى انت هتاخد القيمة وتعالوا نشوف المسألة بتاعي قالك باستخدام الأسفل باستخدام الأسفل باستخدام ديزاين ميثود حدد لي سمك الفول ديبس أسفل كونكريت بايفمن تركشور قالك الفول ديبس أسفل كونكريت ماشي فور هتستخدم الأسفل باستخدام وطريقة بتاعتك اللي هي الفول ديبس أسفل كونكريت يعني أنا عايز طبقة الأسفل بس ستبقى فوق السب جريت السب جريت بتاعك رزيلي بتاعه كام 4500 باوند 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 وديزاين ترافك الإيسال بكام بتلاتة ومص مليون اكويفل اكسل طيب ديت بيتكلم عن ايه بيتكلم عن الفول ديبس أسفل كونكريت هستخدم فجر فور وان عندي الإيسال بكام بتلاتة ومص مليون تلاتة ونص مليون طلعته بتلاتة ومص مليون وعندي الريزيلي انت بس المحور بتاعي الرأس بالميجا باسكال هضرب الـ 4500 بوينت 007 عشان احولها لميجا باسكالي بقى 31.5 ميجا باسكال هدخل ب 31.5 ميجا باسكال هقطع الكيرف هقطع الكيرف بقى بين هقطع في نقطة ما بين الـ 350 والـ 375 فهلاقيها تقريبا تقريبا 360 ملي يبقى السمك بتاع الويرنج سيرفس اللي هستخدمه في الحالة داية اللي هيشيل إسال 3.5 مليون ومحطوط على ساب جريد الريزيلي انت مودرس بتاعه 4500 هيبقى سمك الطبقة داية سمك طبقة الأسفلت دي 360 ملي 36 سنت أتشك على الويرنج سيرفس أدخل بقيمة الإسال قيمة الإسال فاكرينها 3.5 مليون بين اللي هي أكبر من مليون يعني المينمم سيكنيس بكام بخمسين ملي طبعا أنا عندي الويرنج سيرفس اللي طلع 360 ملي أقل من المينمم يبقى أنت كده إيه في السليم طيب نشوف 2 3 بي طبعا نفس الكنديشن بقى بتاعت إيه اللي هي الإسال بتلاتة ونص مليون والإيه والريزيلي مودرس 4500 نفس الكلام بالضبط design the pavement structure صمم لي ال pavement structure if it's required to use Asphalt to Concrete surface layer لو أنت عايز تستخدم Asphalt to Concrete layer مع 4 إنش untreated base material بقى أنت شغال في untreated base في untreated method تمام طيب untreated base course أنت عندك هنا هتستخدم ألك untreated aggregate base 4 إنش وهتحط فيها إيه هتحط فوقيها أسفلت أنا عايز بقى سمك الأسفلت ده مش هو عايز design أنا وعايز سمك الأسفلت ده هدخل figure 14 الفيجر مكتوب من تحت كده untreated aggregate base 4 إنش sickness 4 إنش sickness of aggregate base سمك الأسفلت concrete هيبقى بكام أدخل بقيمة الإسال 3.5 مليون أطلع بيها تمام ويدخل بقيمة subgrade resilient models اللي هو هيبقى 4000 ولا 4500 لو 4500 يبقى اللي أنا عامله ده مش سليم تمام فهو يعني انت هشوف قيمة resilient models وتخش تقطع الخط اللي انت عملته للإسال هيطلع لك rolling surface مثلا ب300 ملي ياريت لو هي غلط تعملوها صحة بدل ما تخش ب4000 bound square inch تخش ب4500 هنا 4500 bound square inch وبالتالي أنا دخلت هنا غلط المفروض تدخل ب4500 تمام فهتطلع لقيمة للwheeling surface تمام القيمة لدي لما تطلع هنعمل هنتشيك عليه أنا خلاص أنا عرفت ان انا هستخدم 300 ملي بس تشيك دخلت بجدول 419 تمام الإسالة عندك اكبر من مليون يبقى المنم سيكنس 50 انت مطلع 300 او غير كده على حسب اللي انت هتطلع ها يبقى تمام طيب قال لك اي بقى هنا قال لك برضو انا لسه في السؤال الثالث الاسفلت انستيتيوت ديزاين ميثود قال لك design a flexible pavement structure with asphalt concrete layer and 12 inch untreated granular base يبقى انا شكل في الايه في untreated aggregate base 12 inch يبقى احط فوق الصب grade untreated aggregate base 12 inch وبعد كده طبقة اسفلت اعايز اجيب السمك بتاع دلوقتي تمام قال لك four lane highway the total traffic is composed of single axle load الترافيك اللي جاي عندك قاعد يحكي لك بقى حكاية قاعد يحكي لك حكاية الترافيك اللي جاي عندك ده عبارة عن single axle loads بس اللي بيعدي عالطريق ده كل العربات اللي بتعدي عالطريق ده الاحسل اللي بتاعتها single ما فيش ولا واحد تاند ماشي والاحمال بتاعتهم يئمة 12000 يئمة 18000 bound يئمة 24000 bound with daily repetitions يعني daily repetitions يعني 18000 18000 وبيعدي 170 single axle وزنهم كام 24000 bound تمام respectively بيقول بيقول لك بيقول لك بيقول لك الـ بيقول لك الـ الـ 18% والـ الـ 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 15 سنة ادي المسألة اللي انا عايزة اعمل انا عندي subgrade فوقيها aggregate base untreated aggregate base 12 inch عايزة حط عليها اسفل تكونكريت عايزة السمك بتاعه عشان تشيل إسال معاية عشان اشتغل وحل بمنتهى البساطة والسزاجة انا محتاج ايه انا محتاج الـ ومحتاج الإسال بس بس هو بقى قاعد يلففك في حورات كتير عشان تجيب عشان ما يدهلكش مباشرة تمام اول حاجة بالنسبة للامة مديك الـ بتاعة 18% طب 18% كبير ما العشرة في المية بقى استخدم قانون القانون التاني 3000 في الـ to the power point six five بقى 3018 to the power point six five بقى لحصة 1635 وتلاتين وتمانية من عشرة باوند بير سكوير انش كده جبت الـ نقص اجيب بقى الـ الإسال الإسال بقى قاعد يلففك في حكاية كبيرة قال لك ايه قال لك بص يا سيد انا عندي دلوقتي كل كل العربيات اللي بتعدي على الطريق دوت المحاول بتاعتها single axel single axel ليها احمال يا امة 12 ليها احمال يا امة 12 يا امة 18000 يا امة 24000 طيب وعدد الـ axel اللي بتعدي في اليوم فيه 300 single axel بيعده حمل single axel 12000 وفيه 220 axel single axel حمل الواحد وزن الواحد 18000 وفيه 170 single axel وزن الواحد 24400 طيب ماشي جميل وبعدين طب احنا هنعمل ايه نجيب الـ equivalent factor الـ equivalent factor للaxel اللي وزنه 12000 هيطلع لي 18.189 من الجدول بتاع الـ equivalent factor تمام وللـ 18000 اكيد بواحد ده الـ standard التاعي وللـ 24000 لو دخلت جبت الـ equivalent factor للـ single axel load 24000 single 3.03 كل axel كل axel لما بيعدي بيسبب لي equivalent factor 0.189 يبقى الـ equivalent factor total equivalent factor للـ 300 axel دول كل axel فيهم بيسبب لي 0.189 يبقى 0.189 في 300 يبقى الرقم دوت عبارة عن ايه عبارة عن لما 300 دول بيعدوا بيسببوا لي كأن كام equivalent axel عدى 300 في 0.189 نفس الكلام في 1 في 220 و 3.03 في 170 تمام ده total equivalent factor طب يبقى أنا في اليوم عندي بقى الـ equivalent axel في اليوم قد ايه الـ equivalent axel في اليوم هو وقالك كل ده بيحصل في يوم واحد يبقى الـ equivalent axel في اليوم الواحد بيحصل ان 300 axel مضربين في 0.189 زائد 220 axel مضربين في 1 equivalent factor بتاعه زائد 3.03 مضربين في 100 زائد 170 مضربين في 3.03 جبت الـ equivalent axel بيحصل طب أنا تعالوا نبص على المعادلة بتاعت الإسال كده فاكرين الـ average annual day قلنا ده الـ في اليوم الواحد كما عربية وقلنا العربية ما تهمناش أنا ههمني نسبة التراكس لأن العربية صغيرة وما لهاش لازمة وأحملها خفيفة مش مهم فنسبة التراكس كذا يبقى أصبحت عندي truck per day وضربنا في التراك فاكتور لأنه قلنا التراك نفسه ما يهمني شقا قيمة أنا ههمني هو بيسبب لي كام equivalent في العموم لما يعدي تراك بيحصل كام equivalent factor أو كام equivalent axel يبقى بالشكل ده لو ضربت في التراك فاكتور average يبقى هجيب كام equivalent factor per day طب ما أنت رسا مطلع كام equivalent axel per day ترسم طلع ها دلوقتي اللي هي 300.189 زائد 220 في 1 زائد 170 في 3 point 3 يبقى أنت خلصت من الثلاث ترمات دول مع بعض صح طيب المعادلة بتتفهم مش بتتحفز يا شباب ياريت نركز أنت أعطاق أنت فهمتها كويس فتقدر مهما لعب أنت تتصرف وتحل كويس إن شاء طيب ال ندخل الجدول أو نحفظ القوانين دا تقريبا الجدول دا مش عندك في design 8 أو ممكن هو يديك design direction distribution و lane distribution given ما تقلووش من دا طيب هندخل قال لي four lane يبقى d d d d point four five وبعد كده gross factor نجيب gross factor إزاي L في المسألة 2 و mص gross 2 2 و nص في المية و 15 سنة 15 سنة و 2 و 4 هدخل أجيب قيمة بين 2 و 4 عايز أجيب عند 2 و لكن الصحة للأمانة أعتقد هتعدي بس الصحة للأمانة أن تستخدم المعادلة اللي تحت دي 1 زائد R to the power n minus 1 على R تمام جميل يبقى gross factor 1 زائد R 1 زائد 2.5% يعني 1.025 to the power n عدد السنين 15 ناقص 1 الكل على R الrate 2.5% 0.25 يطلع لك gross rate 17.9 2 years الفرق صغير بس يعني مع الأرقام الكبيرة الفرق ممكن يكبر منك أكتر من كده وبالتالي أنا أفضل المعادلة طيب جميل يبقى الإسال هنعوض بقى بكل الكلام ده بالمناسبة كام equivalent axles per day هيطلع لك 791.8 equivalent axles per day يبقى أنا كده قدرت أن أجيب الإسال 2.232.000 equivalent axles طيب أروح بقى أحل المسألة أنا أصبح معايا lmr resilient moderate والإسال أدخل figure 4 1 2 عشان قال لي 12 inch untreated aggregate base وهدخل بالإسال 3.23 million هدخل الشكل ده أعتقد برضو آه الإسال 2.23 يا شباب 2.23 2.23 million فهدخل صح أنا دخلت صح بس كاتب الرقم بتاع الإسال مش مصبوط 3.23 المفروض 2.23 ماشي ودخلت شفت lmr resilient model 1635 8 بس ده bound per square inch ضربتها 0.007 عشان أحولها الميجا باسكال عشان محور الرأسي عندي بالميجا باسكال ودخلت بيها خوط في الخط تطلع لـ 138 إنش أروح أعمل تشيك بالجدول 419 عندي 2 مليون وشوية فهي أكبر من مليون يبقى الميليمم سيكنس بخمسين وأنا عندي السيكنس اللي طلعته 138 ميلي أكبر من T ميليمم آسف هي أكبر من T ميليمم وبالتالي تمام شكرا شكرا جدا نشاوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر